الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبة الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع القصير إن شاء الله وأرجو أن يكون واضحا وفيه الفائدة لكم جميعا كيف يمكن لنا أن نقدر معلمات نموذج خطي كما في هذه المعادلة هنا هنا طبعا مقصود بYI حسب تعريفي الدخل السنوي للفرد الفرد I طبعا واحدة ثلاثة ثلاثة عندنا هنا عشرين فرد أخذنا عين منهم على سبيل المثال هذا أرقام افتراضية أو بينات افتراضية وعند الآن هذه I ترمز إلى التعليم والخبرة للفرد I فعند الدخل Y صبعا هذا من 6 خمسة ثلاثة إلى أن ننتهي بخمسة ستين بالألف بالمئة بالعشر وحدات القياس لا تهمنا المهم بهمنا المبدأ الآن التعليم والخبرة بالسنوات E صبعا 0 صفر واحد وهكذا حتى ننتهي بواحدة ثلاثين وعند الآن D صبعا اللي هي النوع هذا الشخص ذكر ولا أنتة فالآن يرجع إلى الباحث نفسه الآن يعرف الذكر مثلا صفر والأنتة واحد أو العكس الذكر واحد والأنتة صفر هذا يرجع إلى الباحث التعليم فهنا لا نهمنا بهمنا الآن أن نقارن بين الذكر والأنتة أو الإنسة بالذكر حسب تعريفنا هنا فنرمز بالحالة هذه للذكر على سبيل المثال بالصفر والأنتة بالواحد الصحيح على سبيل المثال يمكن لك أن تعكس الآن التعريف المدغي لكن هنا قصدت الآن أنا بأن الذكر يأخذ القيم الصفر والأنتة تأخذ القيم واحد وبالتالي هنا لاحظوا لي البيتوع بعد أن نقدرها ستكون قيمة معينة والدي آي واحد صحيح نضرب في واحد صحيح مقارنة مع الذكر الآن بعد ما أنتهي من التقدير سأشرح المقصود بها كما اعتدنا بمقاطع سابقة كيف نرتب الآن الأكس ميتريكس على سبيل المثال هنا الأكس ميتريكس الآن هذا أكس تساوي عفواً دعونا للغة العربية أكس تساوي أو فراخ تساوي هنا وبالتالي الآن هنا الأكس ميتريكس خلينا أشطب الأكس الثانية عندي الآن هذه أكس نضحها في المنتصف الأكس ميتريكس بكون طبعاً عندي لاحظوا لي عشرين عشرين أو مشاهدة وبالتالي لابد لنا أن نضع عشرين واحداً هنا واحد ثم واحد ثم واحد وهكذا فبالحالة هاي أخذت هذول الثلاثة وبعملهم نسخ للأخير هاي عندي أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش ناعش ثلاثتاش أربعطاش خمسطع ستة سبعطعش ثمنطع ساعتاش عشرين واحدات هذولا لاحظوا الآن أضحف المنتصف وألقوا الآن الأكس طبعاً هنا واي آي اللي هي المتغير التابع الدخل السنوية يعتمد على المتغيرين المستقلين وما الخبر والتعليم من جهة إي آي والدي آي اللي هو كون الشخص البكر ولا أنثى فهنا استخدام ما يسمى بالدمي الذاريب اللي هو المتغير الوهمي فأنقل هذه الآن المعلومات كون لياتها بعمل على كوترول كابي وأنقلها هنا في هذا إذن الآن عند الميتريكس وعبارة عن ثلاثة في عشرين عفواً عشرين في ثلاثة هذا عشرين الآن كول الآن عشرين في ثلاثة ميتريكس أه هنا بيانة الخالات فعندي واحدات حتى نأخذ A بعين الاعتبار الانترسابت وصفر صفر اللي هي سنوات التعليم والخبرة على سبيل المثال يعني هذا عبارة عن متغير مركب من تعليم وخبرة فصفر صفر واحد اثنين وهكذا عند الميتريكس 31 هنا هذا هذه للذكور أصفار للذكور وواحدات للإنات حتى نميز بين الذكرة وأنثى كدمي فاريبل اللي هو النوع كذلك الأمر الآن نأخذ بالحالة منقول المصفوطة X نعملها Ctrl Copy ممكن أنقلها ها هنا يعني حيثما أردت واتعلمنا عليها على سبيل مثال إحنا الآن ثلاثة أو هنا مثلا ثلاثة في عشرين وأروح الآن هنا Paste وأنقل المنقول يعني أعطاني الآن لاحظوني أنه الواحدات نقلة هكذا إذا بتلاحظوا عندي الآن الميتريكس هو عبارة عن هذا X الآن هذا X Transpose هذا هو X Transpose أو بالأحرية عن X Transpose وتساوي مثلا أضعه في المنتصب حتى يبين وبالتالي الآن عندي X وهنا X Transpose نضرب الآن كما اعتدنا X Transpose X ثم نستخدم بقيه القيام كيف الآن إذا بدأ استخدم برنامج حتى حتى أقدر معلمات معدل A hat و b1 hat و b2 hat أذهب إلى data كما تعلمنا وإلى تحليل البيانات هنا هي data أنا أختار regression الآن أضع OK هذه هي regression وأضع OK الآن بقول لي ما هي القيم على سبيل مثال Y وعندي هنا قيم X أختار فقيم Y هي عبارة عن هاي مع اللابل لاحظوا لي هنا وضعت إشارة على اللابل فأضع الآن call قيم Y من أولها إلى آخرها بما فيها اللابل 21 قيمة أو 21 خلية بنسبة X طبعا لأن وضعت اللابل فأختار الآن الخبر والتعليم EI مع call هذه القيم إلى الأخير بعد ما دخلتها سأحدد الآن مكان اللي هو يعني يحتاج مني إلى output range فأرح أختار المكان هذا فعلا هو محدد هنا أصلا مسبقا أوكي خلينا أحدد هذا إذن أضع أوكي بعد ما أحدد كل شيء أوكي تطلع عند النتيجة النهائية الآن هذه المعلمات لا يهمني الآن أنه يتميز بمعنوي إحصائي ولا لا دعني الآن أضع كل هذه القيم في المنتصف هنا فلاحظوا لي عندي 20 observation r 81 intercept قيمته ثلاثة فاصلة يعني خلينا الآن أخذ هذه القيمة copy وآتي إلى هنا وأضع بدل a القيمة هذه ثلاث ثم أذهب إلى هذه القيمة هنا أعملها copy اللي هي المعنى من الخبر والتعليم copy كذلك الأمر وآتي إلى المعادلة وألغي هذا الكلام وأضع مكان هكذا لاحظوا لأنها موجب القيمة وهنا آخر شيء عندي لاحظوا لإشارة سالبة سالبة الآن بعملها copy وأذهب إلى المعادلة وألغي الآن هذه القيمة مع الإشارة مع الإشارة الموجبة لأنها إشارة سالبة فأطلع عندي الآن هذه المعادلة لاحظوا للآن y هذه طبعا هات إذا استخدمت ال equation ممكن أني أضع هذه الإشارة وعندي الآن يعني عفوا أعملها x وأضع هنا وبالتالي الآن عندي yi تساوي 3.231 7 تقريبا خلينا أقربها حتى أشرح المقصود به هذه الآن بهذه المعلمات وهذه طبعا قربت 3.231 7 هنا 1.6 9 8 7 وخليها 8 8 هذه 8 وهذه تبقى يعني ممكن نعدل هذه 1. طبعا سالب هنا سالب إذا تلاحظوا أحبتي هنا سالب القيم هذه 1.39 ساعة 3.1 إذن نخليها 3.1 آخر الآن المقصود بهذا الكلام إذا كانت الآن سنوات الخبرة تساوي صفرا ونوع الإنسان اللي نتحدث عنه هنا نوع الذي ذكر صفر فتروح بالحال هذا صفر مع صفر إذن أدنى حد يحصل عليه من الدخل السنوي مثلا أو كان الشهري وشما كان بيكون قيمته 3.2317 إذن الآن لنفترض بأن EI تعليم الخبرة تساوي صفرا وDI ترمج إلى الذكور حيث رمزنا إلى الذكور بصفر تذهب صفرا فبالت فبالتالي عندي يبقى طبعا الإررر يذهب وتذهب هذه صفر وهذه صفر فيبقى عندي فقط بأن الحد الأدنى للدخل للذكر بالحال هاي للذكر يساوي 3.2317 أما الآن لنتحدث عن الإناث اللي أعطيناهم قيم الواحدات هنا هنا أصفار هم الواحدات بكون متوسط الدخل للإناث واي هاي طبعا هات هنا تساوي 3.2317 زائد الآن كل سنة خبرة وتعليم بتكون بالحال هاي 1.6988 بالألف أو بدنا حسب وحدات القياس هنا وحدات القياس هنا بالألاف أو بالعشرات أو بالمئات لا يهمنا فبكون بالحال هاي إذن إذا كان الآن تحدث عن أنثى وكان عندي الآن حاص فقط على سنة دراسية واحدة أو سنة خبرة واحدة فإن الدخل سيكون بالحال هاي 3.2317 زائد 1.6988 نطرح منها لأن أعطينا القيمة هنا واحد صحية بدل الدي آي هذه نطرح منها 1.3911 على سنة المثال معنى آخر الآن أنه هذه المعادلة المعلامات هنا بتقول على أنه الذكور الذكور أو الإناث يعني نقارن الذكور بالإناث أو الإناث بالذكور فالإناث بكون متوسط دخلهم أقل بمقدار سالب واحد يعني أقل من متوسط الذكر ب 1.3931 تقريبا لأن الإشارة سابعة لو كانت إشارة موجبة كان بيكون عندي بالحال هاي هنا يعني الإناث داخلهم أكثر لكن سبحان الله البيانات بيانات على الرغم من أنه هنا T-Value هنا قليلة الآن لم أهتم بهذه الأشياء أو حتى من هنا يعني أريد أن أفسر فقط يمكن لنا أنه أني أمحاها بالمر هذه لغيتها لحظوا لي فأنا بالنسبة إلى أعلم طلبتي أحبة الطلبة أنه كيف الآن نقوم بصياغة الميتريكس ل دمي تغير وهمي دمي اللي هو عندي واحد أو صفر واحد إذا كانت أنثى وصفر إذا كانت الشخص ذكر أو العكس وتفسيره فإذا أعطينا للإناث القيمة واحد بيكون عكس صفر وبالتالي كانت الإشارة هنا الآن سالم أكون قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت الفائد لكم أحباتي جميعا وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته